اشتركوا في القناة 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 يعني إذا نفترض 24 ساعة مش مشكلة عنده المشكلة وين وقت اللي بيكون في عنجات حيالة حيالة طارقة الولد بمحل من قلله نحن وقت دا نقراش دا نقراش يعني بيضلهم حافزين على وعيهم على نبضهم وبيصير يسرع نبضهم وفجأة وقت اللي بيهوا 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 بيدهوروا بسرعة كتير كتير يعني قدرتهم على أنه يضلهم محافظين على الفيزيولوجيا تبعون منيحان لا ساعة آخر ساعة آخر دقيقة فما بيبين عليهم الطارق إلا للآخر بدنا نكون وعيين على الأشياء اللي بتميزهم بين ولد وولد هل وعيهم مظبوط؟ هل وقت الحرارة ما بتكون عالية؟ وعيهم مظبوط هل الملشتين؟ هل بيتطلعوا فيك؟ هل بيتعاطوا معك؟ هل بيتفاعلوا معك؟ شو نوع الإصابة اللي عندهم إياها؟ هل هي شو نوع الشكوى؟ هل هي شكوى تنفس؟ ولا هي مروحين أصبعهم؟ الوقت طبعا كله بيختلف من مريض لمريض خاصة موضيع الحرارة أنت بتعرف أنه هلأ بثير ناس الأهيلة شو بيصير معهم مع ولدهم؟ استفرغ الولد، وجعوا بطنه الولد سعل، رشح، انحر وهون الشطارة بأنه نعرف أمتى لازم نفحص، أمتى لازم نعطي بانادول، أمتى لازم نروح الطوارئ، أمتى لازم نحط مصل خاصة أن الولد ما بيعبر فنحن نتأخر كمان لنعرف بالتحديد شو مشكلته أو بيعبر بالصعوبة أكتر يعني الفئة العمرية كمان بتعني أكيد، الولد اللي عمره شهر، غير العمره شهرين، غير العمره ثلاثة شهر، ونحن نعرف هالشي ونطعاته مع حرارته، مع شكوية بهالطريقة وهدولي أول شهرين بيختلفوا عن أول سنتين، وأول سنتين ثلاث سنين بيختلفوا عن باقي السنين ضمن ما يعتبر سن المراهخة والطفولة يلي أطباء الأطفال والمراهقين بيهتموا فيهم في لبنان، بيهتموا بالأدوليسان، بيهتموا فيهم، بس في فرق بهالفئات العمرية الصغيرة لأنه يلسون بلونرابل لأنه ما بيقدروا يعبروا شو مشكلتهم ولا يستر ما يكون ولد عنده مشاكل نفسية، مش نفسية، عصبية، نيرولوجية، خلقة خلقنين فيها من مشاكل قلب، من مشاكل دماغ، من كهرباء بالدماغ، من تأخر بالنمو وما يكونوا الأهل على علم فيها بعمر كتير صغير، نعم إلى حد ما، أو على علم فيها ومصلوبين ببيتهم، كمان لأهلت مصلوبين ببيتهم، أنا ما علمني طوب الطوارئ، طبعاً بهنري فورد بأمريكا كان عنا، أكبر مركز عنا حوالي 30 ألف طفل علمت فيهم، كمان علموني، بس اللي علمني هي شوفت الولاد كل يوم مخلوطين مع باقي المرضى، مش بمرحلة مرحلة معينة وضلني كل الوقت عم يتعطى معهم بمراكز كبيرة، يعني مراكز اللي بيجي فيها جميع الأنواع ما بدنا نكون عم نشوف أطفال بمحلات ما فيه منهم ساخنين، لأنه نهار اللي بيجي واحد كتير ساخن بنيكلوا البوكس مش نحنا بنيكلوا البوكس، الولد والأهل بيكلوا البوكس، والبوكس مش بوكس أيام أكبر الأهل كيف دون يعرفوا لكان أنه هن بحالة طرقوا لازم يتوجهوا على الطوارئ أول شيء؟ الإشي اللي أنا منصحهم فيها، الوعي، ديئة النفس، أذرت الولد عطعاتي وتجاوب مع الأهل، لشلشته، أكله، تبويله عم يبويل مثل ما اللي عادي يبويل ولا خف تبويله، هاي دي كلها إشي أساسية، الحرارة إذا طلعت نعطي بانادول، نعطي بروفيناد، أول نهار عوارد، شو ما كانت العوارد من الأساس؟ نعم طالما نحنا منتبهين لأنه قبل النهار كانوا مئة بالمئة طبيعية، طبيعية، يعني الولد اللي كان مرشح مثلا أربعة أيام وانحر، غير الولد اللي بنحر من أول نهار من ما كان بيشي وطبعا إذا عنده عوارد رشح وحرارة وما كان بيشي قبل النهار، أبدا قطعيا لا رشح لا سعلي لا شي، شي وإذا كان مرشح قبل شي تاني، وإذا ما عنده عوارد بنت عمرها تلتة شهر تعمل حرارة، ممكن معالتهي ببول هذا إذا أزال الكلاوي طبعا، سرمعها مشاكل ومضاعفات لا يحمد عليها ضغط بالمستقبل وضرر ما ببين بساعة الساعة، ببين مع مرور السنين شو بيتوقع والأهل لما بيتوجهوا على الطوارئ مع ولاد صغير؟ أهم شي يحكم مع ولاد، يحكم على الأهل، يصور يحكم حكيمهم إذا فيهم طبيب الأطفال نعم، ويتوجهوا على محل يكونوا عارفينه في أطباء عندهم خبرة بطوارئ الأطفال، وهيدي أساس شي تاني، أنا محب تذكر الأطباء بشي مهم، أنه نحن دايما نشوف الأشياء، لتلك علمت من وراء شو، الممارسة مع الأطفال بس اللي علمني أكثر شي طب الأطفال، هو ثلاث أطفال اللي عندي هون أنا لأنه وقت الواحد يربضوا ولاد صغير، وبيشوفهم عم ينمو، وبيعرف مشاكلهم، بيعرف كيف الولد ممكن بعد سبعة أيام يعمل نوموني، يعمل قطيت، يعمل يدهور، بعد مكان مرشع بده يعرف كمان هالقصص كيف بتصير كيف يتعطى معها، مش دغلي يركض لأنه إيه من تلك أول حرارة منا مهمة، بقى هو الأشياء اللي علاقة بالوعي، الأشياء اللي علاقة بالتنفس، الأشياء اللي علاقة بالبول، بالأكل، بالشرب المي، هذي كلها أساس كمان بدنا نروح للمحل نعرف إنه فيه مين بيعرف يركب مصر للولد، كل ما يصغر الولد كل ما هالشي مهم أكتر، يعرف يشكه، وبنا نطول بالنا ولازم اللي بده يشرك الولد يكون اختصاصي بالولد يعني يكون بيعرف عن مش هو نفسه للراشدين يعني مدم كاتيا الحقيقة وللأسف ما بدنا كمان نتطلب وما نكون لبينا هنه هالخمس عشر ألف يرة نقبضة بعد سنتين ثلاثة لحتى نأمن كهرباء ومستشفى وطوارئ وممرد وا 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 كله 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 من نقبضة من الجهات الضامنة لغرفة الطوارئ، هاي ما ممكن تعملك و تستمرلي بهالخبرة اللي عم تحكي عنها أنت بقى نعم معك حق لازمنا ناس بيتعاطوا أنا بقولك بمركزنا المركز جامعي وعننا القدرة وعننا الكترة بالأمراض يعني عنا ممردين متخصصين مش هيك عندهم خبرة معي بيبنوا هاي الخبرة بيصيروا بهالمحل هلأ مستشفيات التانية شو بتعمل بيصير تدعم الخبرة بممردين الأطفال بطابق الأطفال يعني طبعا المركز الطبيل فيه طابق أطفال فيه عناية فائلة الأطفال اللي فيها نيكيو اللي بعضهم حديثيه الولادة عندهم قدرة استيعابية أهم شرط إنه تكون متوفرة بالسرعة المطلوبة وبالإشراف المطلوب تنعمة للمصر اللي نقدر نفوت بهالشغلة انت بتعرفي أيام بدنا نقدر نحط مصر بالعدمة بالولد لأنه بكون عم يوقف تنفسه شو بتعملي؟ بأي قبرة بتفوتي إذا ما قدرت وصلتي كمان في عنا نوع تاني من التوارئ بتصير باللبنان يعني هي أندر بس مهمة مثل التروما شو الولد صغير ما بيوقع شو ما بيضرب راسه أمتى من ثوره أمتى منعمله سكان إذا ما نعمله سكان كيف بده يهدى بالسكانر؟ من بنجو كيف من بنجو منعرف أن بنجو قادرين نحمل عوائب عدم تنفسه أنا شايفهم حاملين ونرقدين من غير مستشفيات عم يعاملون سي بي آر لما قدروا ما قدر أنا عاشوهم هل فيه العدة لنا قدر نحطهم على جهز التنفس إذا ما قدرنا نفوت نحنا شخصيا شو منعمل في عندنا مثلا الألمائي بالأحجام المطلوبة الألمائي هو بلاستيكي بتفوطيها بتتم مثل الأهيان من النطفوضة بنزل العيم هاي القدرة الاستيعبية والجهوزية للاهتمام للاهتمام مش بس بتكلف بدا تكون فينية ووعي في كتير مستشفيات عندها الوعي بس كمان مين مشرف عليها؟ مين اللي عامل الكاتيجوريزازيون وتقدير لي يتأكد إنه الجهوزية 24 24 سبعة أيام بالجمعة موجودة مش بس بالكفاءة بالمحكمة بالتمريد بس كمان بالموارد التانية اللي بيحتاجة الطفل لنقدر لنعشهم فإذا يعني مهم إنه يكون فيه طبعا أول شي غرفة طوارئ مجهزة بي المستشفى يكون فيه فريق عمل كمان جاهز لكل طارق ويكون عنده اختصاصه بهالموضوع بس كمان متل ما عم تقول دكتور بما إنه يعني ظروفنا صعبة مهم إنه يكون طابق الأطفال كمان يعني جاهز للطوارئ مدام كاتيا لا يا جوز إنه نعطي شهد أفلياسون جامعية لمستشفيات تدعي إنه عم تخصص ناس وعنده رؤسة أقصام وما بيجوز نعمل هالشي ويكون تلميذ تالت سنة عم يهتم بالأطفال ما بيجوز نترك بالويكند تلميذي عم تتدرج بأول سنة تهتم بكل بأول سنة أو تاني سنة تهتم بكل أطفال الطوابق كلها وبعدين تركب بالأمبولانس وروح تنقل المرضى على غير المستشفيات ما بيجوز نترك الطوارئ ساعتها على تلميذ تالت سنة عم يهتم بهالموضوع هذا فراغ لا سمحل لا يرحم عندما يأتي المريض وإذا مستشفى الجيمعي طبعا محافظة بتكون متكلي عليه تارك الطوارئ إن هو مدير ومنكربه بعدين إن هو تارك الطوارئ عالميا على التلميذ ومدرجين نحن هايدي الأكريديتاسيون أساسية لنقدر نأمن التجهيز المطلوب والإشراف على التجهيز المطلوب بالكفاءة وبالمعدات وبما يتبع لأنه بدك أنت تعتزق إيام من يساعدك تقدر تنعشها لأولاد لحتى وقت اللي بتبين الإشياء الطارئة نعرف نتعاون مع بعضنا كجسم طبي وتمريدي لنأمن المطلوب للأطبال المتدرجين اللي يعني كمان عم أوقات ينمضعوا به مكان لا يحصدوا عليه ومهم أنه يكونوا عم يتمرن وياخدوا الخبرة ولكن تحت إشراف إشراف دائم متدرجين وصحة عامة اسم المتدرجين متدرجين وصحة عامة بأي أساس ممكن انحاكم طبيب عنده عشرين سنة خبرة صحة عامة متروك بطوارئ ستحسمي وين أنا هاي إشيا صايرة وشيفة أنا يوقع ولد ع بيسيكلات يضرب رأسه رأبته يتصور ونطلب من هالصحة العامة يقرأ السكانر بس لأ شاطرين بعد يومان شو نبعد فطورة ونقرأها على رواق على هدى بعد يومان ثلاثة بيكون الولد بهالوقت شو ما شفنا الكسر بسنة الرأبة أو النزيب بالراس لأنه مش شغلته هدا الطبيب يعمل هالشي لا ما بنعمل لا ما بنعمل مركزية لحتى نقدر نقرأ هالصور بساعة الساعة وقت بيكون فيه شي طارق أنا هاي مكلفة طبعا مي بيدفع العش تلف ليرة يعني عن جديد نحنا مش كلبنا الأساسية أنه ما بحياتنا أشرفنا أو أو تصرفنا متل ما لازم لنأمن تنفيذ هالكلام وهالمعطيات اللي صارنا عمل نادي فيها مش أنا لوحدة مجموعة كلها على بدل 15 سنة من نادي بدي كمين يتجاوب طبعا فيه استشفيات عم تتجاوب يعني دكتور المرة الماضية كنت متفائل أكتر آخر مرة شفتك فيها كنا بعد ما بلشنا بهالأزمة وكنت متفائل أكتر أنه نوصل لكل هالنقطة اللي عم تحكي عنها اليوم صار فيه صعوبة مدام الصعوبة عم تتفائقها من الانهيار عم يكون أصعب وأصعب بس ده ما بيعني ما لازم نضمنا مكافيين عمين نتركهم لا مدام كاتيا أنا بعد مش عالك متفائل ما في محل للتفائل أو التشاقم فيه وجبات فيه وجبات ضروري نحنا اللي بقيين هوني رح نكفي باللي بقيه وللي بقيه مش عاللي بقيه يعطيكن ألف عافية وتحية كتير كبيرة للكون نعرف قد ضغط كتير كبير خاصة بهذه الأيام بروفيسور أمين الأزئي اختصاصي طوب طوارئ رئيس الشمعي لبنيلة أطباء الطوارئ أهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك معنا وقفها لأ ونرجع من تابع